اشتركوا في القناة ليلة القدر هي الليلة التي قال عنها ربنا ليلة القدر خير من الف شهر هذه الاية الكريمة تدلنا على اهمية وفضل هذه الليلة المباركة علامات ليلة القدر الصحيحة ثبتت ليلة القدر في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام كما في القرآن الكريم ومن ادلتها في السنة الحديث الشريف ان امارة ليلة القدر انها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى يصبح وان من امارتها ان الشمس صبيحتها تخرج مستوية لخص العلماء علامات ليلة القدر بما يأتي هي ليلة فردية من احدى ليالي العشر الاواخر من رمضان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدلي ان اجاور هذه العشر الاواخر ومن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه وقد اريت هذه الليلة فانسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وطر وقد رأيتني اسجد في ماء وطين تتميز بانها ليلة معتدلة فلا هي ليلة باردة ولا حارة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طليقة لا حارة ولا باردة تطلع شمس صباح اليوم الذي يليها بيضاء باردة من دون شعاع سبب تسمية ليلة القدر تعددت اراء العلماء حول سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم الا ان الاغلب اتفق على الاراء الخمسة الاتية لان الله تعالى اختص هذه الليلة بتقدير الارزاق فيقدر الاستنة المقبلة رزقها وخيرها وعملها وما يكون فيها كلمة القدر مأخوذة لغويا من الشرف وعلو المرتبة ورفعة الشأن فنقول التعبد في ليلة القدر ليلة القدر اجرها عند الله عظيم وهي تقع في العشر الاواخر من رمضان في الليالي الفردية لهذا فواجبنا ان نجتهد قدر المستطاع في العشر الاواخر وخاصة في الليالي الفردية منها تحسبا بان تكون احداها هي ليلة القدر دون ان نلاحظ لذا فمن المستحب في هذه الليلة الاكثار من الصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والدعاء ودعاء على وجه الخصوص هو اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا هذا الدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر